هكاش والمساحة فيها أخلاف وتناف ما حدي يغير كلامه هالمكان ما بهم جامل البس نزم جمع رجاله وشاهده كل الفعال هكاش من هنا نبهد طريقة ما نجامل من نريده والسلطة بيدينه أكيده وما حدي يعلى علينا هكاش ما في شي يمشي علينا هكاش والسلطة بحقوطة بيدينه أسعد الله وماساكم بكل خير وسعادة يا أجمع من يشاهدنا من السيدات والسادة كيف حالكم عسى حياتكم سعيدة ليلة غير سعيدة للمتسابقين أمانة وقرارات صارمة أدت إلى فوضى عارمة في القرية أنا متأكد إن حال المتسابقين لهذه الليلة يرثى له رحبوا معي بنقادنا لهذه الليلة الأستاذ أحمد الملة هياك الله كيف حالك؟ تماما الحمد لله بداية الحلقة أنا ودي أشكر لأستاذ محمد منصور وأن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل صحيح من البدايات يمكن كان خلافنا معا أنه تجاوز وحلم كثيرا على المتسابقين صراحة كان ودنا أن وقلنا لها في البداية يمكن أنا واحد من الناس اللي قلت له التساهل يخلي المتسابق يتمادة صحيح عشان كذا اليوم صار صد من المتسابقين في اليوم 46 لأن الأستاذ محمد منصور من البداية ما ضرب بيد من حديد ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل ليظن أن العقوبات قاسية ترى إلى الآن أقول لك الأستاذ محمد منصور طبق اللائحة لم يتجاوز في أي شيء من أول شيء المتسابق عارف التأخير الساعة بلف تأخروا 24 ساعة أخذ أخذهم 24 ألف الرقم كان قاسي يمكن لدى المشاهدين ولكن هي دليل على الاستهتار دليل على أنهم دائما أبو منصور ينظر لهم بعين الرأفة والرحمة ومدريش فتمادوا شيء ثاني أيضا يعني يمكن لمحها أبو منصور وهي نصيحة خربوا في متسابقين يقع يخربون على أخوياهم سلطان دوحس ومحمد ملحم ما أخذين 24 ساعة ومن كيف هم يمددون خلنا بنتفصل معهم أكثر خربوا على أبو تسابقين بنتفصل لفقرات معهم أكثر في أكثر رحبوا معي أيضا أخوان المشاهدين بالأستاذ نايف الأكلبي يا مرحبا أبو حمود أمسي عليك بالخير وعلى أستاذ المشاهدين الليلة حضور أبو منصور فعلا كانت القرية في حاجة ملحة لوجود أبو منصور اليوم القرارات مثل هذه القرارات وحالنا كالضمآن الذي يفتقد إلى الماء اليوم أو الليلة كانت ليلة يعني فيها قرارات صائبة جدا حتى لو أن بعضها يعني يمكن أبو منصور حن عليهم شوي في بعض القرارات لكن لا لا فيه متسابقين حن عليهم بعض القرارات حنا كنا متوقعين يستبعاد كنا نتمنى فيه متسابقين يستبعدون لأن خلاص وجوده صار زي عدمة في القرية طيب أنت أنت أمانة يعني وش وجهة نظرك بالقرارات اللي حصلت الليلة في القرية مع العلم في بعض المتسابقين ما زالوا بر القرية ومتأخرين وإلى حدام أنت سلطان دويحس إلى حدام ما رجع سلطان دويحس بجيه نصيبه مثل اللي صدرت بحقهم قرارات الليلة أي شخص يتجاوز وأي شخص يعني يعتبر أن القرية يعني يمكن فيها نوع من السهولة ونوع من الفلتان هذا اعتقاد خاطئ حنا في قرية يعني تلتزم يلتزم وتسابق فيها وجوما بالقوانين وقراراتها يعني ما رح يكون فيها رأفه لأي شخص مهما كان جل السلام طبعا جمهورنا العزيز محورنا الأساسي الليلة هو قرارات الأستاذ الصارم محمد منصور أهلا به مشاهد عن قرب لكي يؤيد ما نقول لكم عبر هذه الشاشة طبعا جهزوني بالله را كان اسهلي على ما جهز را كان اسهلي أحب أني أبين لكم جمهورنا العزيز أنها أعلم